لا شك أنها ساعة عز وهي ساعة عز لكل الذين اختاروا المقاومة في فلسطين وخارج فلسطين لكل الذين آمنوا على مدى 75 عام من عمر هذا الكيان الغاصب لفلسطين والزائل بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا الكيان سيزول وأنه لا وجود له في المنطقة وأن وجوده طارئ وشاذ وأنه يجب أن ينتهي بكل وضوح فيما يتعلق بالعملية العسكرية لا تزال هذه العملية العسكري بفضل لا تسير على النحو الذي رسمته قيادة المقاومة قيادة كتائب القسام وغرفة العمليات المشتركة هناك أهداف جرى تحقيقها هناك إنجازات كبيرة جدا تحققت على سبيل المثال حاجز إيرز وهو موقع عسكري وأمني كان يشرف على عمليات التجنيد وعمليات الاختراق في داخل قطاع غزة نجح المقاومون في اليوم الأول في الاستلاع على الموقع كاملا كل عناصر الموقع بين قتيل وأسير جرى الحصول على كل داتا والمعلومات والأجهزة الموجودة هناك في هذا الموقع وأنا أعتقد أن هذا سيكشف جزءا هاما بل ربما كل جهد الاستخبار الإسرائيلي داخل قطاع غزة منهم العملاء وبالذات موضوع العملاء الذي بذلت المقاومة كثيرا في ضربه ولكن الآن نحن أمام مرحلة ربما ننهي هذه القضية تماما إضافة إلى ذلك نجاح المقاومة في الاستلاع على موقع قيادة فرقة غزة وتطهيره وهنا يجب أن يفهم الجميع أن هذا هو موقع قيادة لفرقة كاملة هي التي تدير المعارك مع قطاع غزة بكل ما فيه اليوم هناك تقدم باتجاه نقاط أخرى في الميدان على الأرض ونقاط متقدمة تبعد 25 كم عن حدود شمال قطاع غزة وباتجاهين باتجاه الشرق بذلك الضفة وأيضا باتجاه الشمال باتجاه عسقلان وسدود ولا شك أن حالة التقدم تصنع إرباكا حقيقيا وهائلا داخل جيش الاحتلال على وعلى استمرار تموضع وتمترس مجموعات من المقاومين في مواقع ونقاط محددة الاحتلال يحاول أن يقول أنها ثلاث نقاط ثم بعد ذلك يقول سبع نقاط نحن نتكلم عن أكثر من هذا العدد ولكن هذا النقاط التمترس والتموضع فيها هو تموضع مرتبط بإدارة العمليات والقرار في الاستمرار أو في المغادرة أو الانتقال أو التبديل ما زال بيد خيادة المقاومة ويسير على نحو مرضي وفق خطة العمليات بفضل الله سبحانه وتعالى